العراك بالأياد وشد من الشعر التي شهدتها جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016 في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري خلفت ردود فعل عديدة لدى الطاقم الحكومي الذي كان داخل قاعة الجلسات جميع الوزراء الحاضرين لجلسة التصويت لم يبرحوا أماكنهم طيلة فترة الاحتجاج في حين غلبت لغة الجسد على ردود فعل الوزراء عبد الرحمن بن خلفة بطل مشروع القانون استقبل الشعار ما زلنا وطنيين للنواب المنددين بالمشروع بابتسامة عريضة ورفع النسخة الورقية لمشروع القانون في وجه النواب المحتجين وزيراء الطاقة والشباب والرياضة الوفدان الجديدان في الحكومة اكتفيا بابتسامة خفيفة تعليقا على ما يحدث من عراك حميد جرين أخذته إقاعات الأغاني الوطنية التي كان يرددها النواب فلعب دور المايسترو وزير العلاقات مع البرلمان الحالي النائب البرلماني السابق الطاهر خاوة العارف بخبايا مبنى زيغود يوسف لم يتمالك نفسه من الضحك وزراء آخرون تفعلوا مع الأحداث بمزيج من الضحك والدهشة ووضع اليد على الخد كما حدث مع وزيري النقل والصحة العنصر النسوي في حكومة سلال الرابعة بدت عليهن علامات الدهشة والاستغراب لما يحدث داخل قبة البرلمان